السجل الجريح لحقوق الإنسان في اليمن هذا ما تقوله قاعة جنيف لليوم الثاني على التوالي على هامش فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي حضرت فيها اليمن كإحدى البلدان التي تعاني من انتهاكات واسعة منذ الانقلاب والاشتياح توزعت الانتهاكات على كل الأصناف وظهرت الميليشيا كمقاول للانتهاكات بحق اليمنيين المدنيين والعزل الذين دشنوا ثورة جوهرها حقوق الإنسان ليجدوا أنفسهم في مواجهة الفاشية مجددا من التفجير إلى التهجير ومن الإخفاء إلى التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وقصف الأحياء السكنية حضرت التفاصيل والجروح المفتوحة شملت أيضا انتهاكات في مربعات حضور الدولة الشرعية في كل من عدن وحضر موت التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أصدر تقريرين تفصيليين بقضايا التعذيب والإخفاء والاعتقال القسري في اليمن وذلك على هامش فعاليات دورة حقوق الإنسان الحالية وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تقريره عن التعذيب في اليمن عن رصده لثمانمائة وثلاثة عشر حالة تعذيب تعرض لها معتقلون خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2016 فريق الرصد التابع للتحالف وثق 116 حالة وفاة وقتل لمختطفين ومعتقلين بينها 107 حالات وفاة داخل سجون تتبع ميليشيا الحوث وصالح خلال فترة التقرير الإحصائيات التي تم نشرها تكشف حجم المأساة اليمنية المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وهي تحمل في طياتها نداء مفتوح للعالم لإغاثة اليمنيين ومساعدتهم على الخلاص من سطوة الميليشيا التي سرقت حياتهم ودمرت بلادهم فهل ستجد تلك الاستغاثة أذنا تصغي إليها؟